السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله وقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلماتكم مناء صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي في الصف التالي التأهيلي فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي معنا في مادة مهارات رقمية للبسط الدراسي الثالث عنوان درسنا تأثير التقنية على الحياة إثنان قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية والتعليمات التي يجب علينا الالتزام بها نتفق سويا أنه علينا بالبداية أن نختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيجي والإزعاج حتى أكون بكامل تركيزي وانتباهي تعنيا أبنائي وبناتي تقول لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التهلم المباشر سواء كانت على منصة مدرستي أو معنا عبر قنوات عين التعليمية ثم بعد ذلك أكون حريصا بتجهيز ما يلزمني قبل بداية الدرس كتابي أقلامي قريبة مني قبل أن أبدأ درسي وإذا بدأ الدرس أبدأ وأستمع بتركيز إلى معلمتي وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص أبنائنا وبناتنا نطلب منكم إصار رسالتنا إلى أولياء أموركم نطلب منهم التواجد أثناء فترة البد وذلك للتوجيه والإرشاد كذلك لا ننسى دورهم في تقديم الدعم والمساندة لكم درسنا هو تأثير التقنية على الحياة أثناء الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على التأثير السلبي للتقنية على الحياة أهداف التدريسية هذه أسعى معكم إلى ذكرها أولا أن يذكر الطالب والطالبة ما هي التقنية ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة الجوانب السلبية لاستخدام الجوال أو الحاتف المحمول ثالثا أن يذكر الطالب والطالبة تأثير الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي رابعا أن يذكر الطالب والطالبة التأثير السلبي لاستخدام الحاسب لفترات طويلة إذن أبنائي وبناتي نعلم جيدا كما ذكرنا سابقا أنه ما هي التقنية ماذا كنا نقول عن التقنية؟ قلنا أن نقدر نعرف التقنية تعريف بسيط بما أنها تقدم لي توفر لي وقت ساعدني تختصر علي وقت إذن هي ماذا؟ أحسنتم أبنائي وبناتي هي أداة جعلت حياة الإنسان أسهل جعلت حياته أسرع كما أنها وفرت له وقت وجهد ذكرنا مثال أنه كيف وفرت لي وقت وجهد مثلا لو اخترنا السفر كان في السابق عشان أنا أسافر أحتاج وقت طويل عشان أسافر مدينة المدينة الحين مع التقنية أصبح عندي طيارات قطارات سفن سريعة كذلك لو أبغى أبحث عن معلومة معلومة كنت أضطرني أنا أبحث فقط أو ذهب إلى المكتبة الآن يمكنني من خلال الانترنت أن أبحث عن أي معلومة بسهولة وبسرعة إذن هذه كلها من ماذا؟ من فوائد التقنية التي ساعدتني وجعلت حياتي أسهل وأسرع في الوصول إلى ما أريد إذن هذه هي التقنية أبنائي وبناتي طيب عرفنا أن التقنية يقصد بها كل ما قام الإنسان كل ما قام الإنسان بعمله كل التغيرات التي أدخلها على الأشياء الموجودة في الطبيعة يعني مثلا قلنا منظم الأشياء التي أدخلها الإنسان على الطبيعة مثلا السيارات ممكن نقول الأجهزة الأذكية التي نحملها هذه الأشياء أدخلها الإنسان على الطبيعة الأدوات هذه جميعها مثلا قام الإنسان بصنعها لمساعدته في الحياة إذن هذه تسمى من التقنية حتى لو تحدثنا أن الملعقة التي ناكل فيها هذه هي من الأشياء التي ساعدتني وضفناها للطبيعة إن هي موجودة في الطبيعة أضفناها هنا للطبيعة هذه هي التقنية نقول أنه إحنا مثلا مثلا الجهاز التسخين اللي في المنزل يهو المكرويف أضفناه إحنا في الطبيعة ما جعل حياتي أسهل ما جعل حياتنا أسرع بدل ما أنا كل مرة أبغى أسخن أروح أشغل النار وأتضر وقت طويل مثلا حتى يسخن هذا الشيء لا من خلال المكرويف ممكن ثواني أو جهاز تسخين ثواني ويقوم بالإحماء إذن هذه هي التقنية بشكل عام طيب معنى التقنية أصبحت حولنا واستخدمنا الهواتف الذكية وصال كل شي حولنا في التقنية طيب تعالوا خلونا نشوف صحيح أن التقنية سهل الوصول إليها وأصبحت حولي في كل مكان بس هل هذا مبرر يتركني مثلا أنا أستخدم هاتفي المحمول طوال الوقت أن يكون الهاتف المحمول معي وطوال الوقت أنا فقط أنظر في جهازي ما رأيكم لا نحذر أبنائي وبناتي من استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة أنا أعطيكم سبب لاحظ نفسك لو أنت مثلا انفصلت عن أهلك قعدت فترة على جهازك الذكي لاحظ صحتك البدنية تصير كسول نفسيتك شينة بسرعة تعصب اجتماعيا يعني لما تجلس مع الناس ما تتحدث معهم هذا تأثير سلبي لماذا؟ استخدامك التقنية لأنك التصقت بالهواتف الذكية فترة طويلة فبالتالي أثرت عليك أثرت على شخصيتك أثرت على صحتك لذلك انتبه أو انتبهي أبنائي وبناتي من عند استخدامي للهواتف الذكية هي موجودة لجعل حياتنا أسهل موجودة لجعل حياتنا أسرع ولكن لا نستخدمها بشكل مفرط حتى لا تنعكس علينا بشكل سلبي ما تضرنا استخدامها ورح نشاهد ماذا ممكن؟ استخدامي الهواتف الذكية فترة طويلة يسبب أول نقطة أبنائي وبناتي نعلم جيدا أنه كثرة استخدامها فترة طويلة تسبب لك آلام في الظهر رح نشرحها كيف تسبب لي آلام في الرقبة والظهر عند استخدامي أبنائي وبناتي للهواتف الذكية لفترات طويلة تسبب لك آلام في الرقبة والظهر كيف؟ لماذا تعتقدون أنها تسبب آلام في الرقبة والظهر برأيكم ما السبب وراء ذلك؟ أنها تسبب لكم آلام في الرقبة والظهر شاهدوا معي أنا الآن معي هاتف ذكي وأستخدمه لفترات طويلة تخيلوا أنا طوال الوقت معي الهاتف وبهالطريقة وأشاهد أو أناظر أو حتى ألعب لاحظوا وضعية جسدي أبنائي وبناتي تخيلوا أنا طوال الوقت أو ممكن أكون كذا إذن كانت سبب لماذا؟ لحظت التقوس إذن لذلك أبنائي وبناتي تسبب آلام في الرقبة والظهر بسبب وضعية الخاطئة يعني إحنا نتعود أنه نجلس بشكل عمود الفقري يكون بشكل مستقيم تجربوا معي ثواني بس تجربوا تكونوا كذا ثواني بس ثواني كذا وعلموني ماذا شعرتهم؟ أحسنتم شعرتوا أنه كذا بألام إذن هذه أبنائي وبناتي بسبب ماذا؟ بسبب الوضعية الخاطئة الوضعية الخاطئة فأثناء الاستخدام طيب ما الحل يا معلمة؟ أثناء استخدامكم الهواتف الذكية أو أجهزتكم حاولوا أن تكون ماذا؟ وضعية الظهر في شكل استقامة ارفع جهازك مو أنت تنزل رقبتك عليه لا ارفعه بحيث أن يكون بمستوى بصرك حتى يكون ظهرك والرقبة بشكل مستقيم مثل هذا لاحظوا يكون هو بمستوى النظر فأنا بعد احتجتني أنا أنزل لا إذن دائما أحاول أني أتكون وضعية ظهري ورقبتي بوضع شكل استقامة الفقرة الثانية أبنائي وبناتي إذن الآن لو طلبت منكم أن أختر وضعية صحيحة مع استخدام الجوال أنا شرحت لكم فأكيد الآن قادرين على أن تستخرجون الوضعية الصحيحة لاستخدامكم أو أثناء استخدام الجوال أي وضعية؟ رقم واحد أم رقم اثنان أيهم وضعية صحيحة؟ أحسنتم أبنائي وبناتي ذكرنا أنه يجب أن تكون وضعية الظهر والرقبة بشكل استقامة إذن نختار أي رقم؟ واحد بالتأكيد ممتاز وضعية رقم واحد هي الوضعية الصحيحة أما اثنين هي وضعية خاطئة لأنه ماذا؟ لاحظوا التقوص هنا عند الرقبة والظهر أبنائي وبناتي فكر واسمعني رأيك الاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي يسبب عزلة يعني أنت لو استخدمت بشكل مفرط لمواقع التواصل الاجتماعي هل ممكن تنعزل عن أهلك؟ أصدقائك؟ أنت طوال الوقت بس تشاهد وتقرأ الأشياء الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ما رأيكم؟ هل فعلا هذا صحيح؟ مثلا هل شاهدتم أحد من أفراد أسرتكم أنه دائما مع الجوار مثلا نشيط مثلا استخدام منصة إكس أو مثلا إنستجرام أو سناب شات طيب كيف تفاعله معكم؟ أحسنتم أبنائي وبناتي بالعكس تلقينا حد المزاج لو أبغى أكلها آه ماذا تريد؟ ابتحد عني أشغلتني بسرعة ينفعل على طول المزاج حاد لأنه منشغل بمواقع التواصل الاجتماعي لذلك إن عزل عن الآخرين بدأ ينفصل عن حياته الواقعية ومع الوحيط الواقعي لذلك أبنائي وبناتي نحن دائما نحذر صح التقنية موجودة عشان نتواصل مع الآخرين بس أيضا في آخرين موجودين في حياتك الواقعة يعني اعدل بين الكفين تواصل هنا وهنا أي لا تنجذب جماما لجهة وتفرض في استخدامها عن الجهة الأخرى رح ينعكس ذلك عليك وعلى تصرفاتك بشكل سلبي أخبروني الآن ما هي الجلسة الصحيحة عند استخدام أجهزة الحاسب؟ بناء على معرفتنا نحن قلنا الجلسة الصحيحة دائما أو الوقفة الصحيحة تكون باستقامة الظهر والأكتاف تكون للخلف وتكون استقامة الظهر مع الرقبة أيهم تكون هذه الوضعية؟ لاحظوا هنا رقم واحد هل تحسون باستقامة؟ نعم صحيح طيب هذه كلها الجلسة الصحيحة عند استخدام الحاسب أيضا هنا السيدة جلسة مستقيمة عند استخدامها الحاسب كذلك هنا الطفل الصغير جالس جلسة صحيحة جميعهم مثال الجلسة الصحيحة واستقامة الظهر نشاهد الآن الصورة التالية الجلسة الخاطئة عند استخدام أجهزة الحاسب لاحظوا هنا هذه الفتاة هنا تقوص في الظهر لذلك جلستها خاطئة لاحظوا هنا هنا تقوص في الرقبة ولاحظوا وضع الجهاز على الجسد وهذا وضعية خاطئة هنا أيضا لاحظوا ميلان العمود الفقري والرقبة بعد مدة بيشعر بالألم وراح يشتيك دائما أنه رقبتي وممكن أكتابي ظهري تؤلمني بسبب وضعية الخاطئة أثناء استخدام التقنية ننتقل الآن ونستعد لحل أنشطة الكتاب مستعدين ناخذ نفس نجلس جلسة صحيحة كما تعلمنا ظهر مستقيم أكتابنا تكون للخلف كذلك الظهر يكون مستقيم مع الرقبة نبدأ بحل نشاطنا الأول أبنائي وبناتي وندكر نشاط رقم واحد ضع علامة صحة الجلسة الصحيحة عند استخدام أجهزة الحاسب أين صورة اللي تمثل الجلسة الصحيحة؟ تمثل الاستقامة الظهر مع الرقبة أحسنتم رقم واحد لاحظوا وضعنا عليها صح لأن الجلسة الصحيحة هي في الصورة رقم واحد وضعنا عليها صح السؤال الثاني يقول ارسم دائرة حول صورة الجلسة الصحيحة أثناء استخدام الأجهزة الذكية أيهم تمثل الجلسة صحيحة؟ رقم واحد أم رقم اثنان عند استخدامي للجهاز الذكي؟ بالتأكيد رقم اثنان أحسنتم وضعية الظهر والرقبة هنا ظهرت شكل مستقيم هنا في ماذا؟ انحراف ولم تظهر بشكل مستقيم وصلت معكم لنهاية الدرسي أتمنى لكم أبنائي يوما سعيدا وأن تحافظون على سلامتكم النفسية والاجتماعية من خلال التعامل ماذا؟ مع التقنية بشكل موزون أنه لا أفرض في استخدامها لا أظل طوال الوقت عليها وإثناء استخدامها ألتزم بالتعليمات لمحافظة على الجلسة الصحيحة استقامة الظهر حتى لا أؤذي جسدي ستودعكم بالله وألقاكم على خير في حفظ الله معلمتكم منال صالح الغريب ترجمة نانسي قنقر